طيب جدان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد علالي وصحبه أجمعين جميعنا مررنا بأزمة عالمية جائحة كورونا خلال هذه الأزمة توقفت العديد من الأنشطة توقفت العديد من البرامج العديد من المشاريع لكن لم يتوقف الهم والهاجس الذي كان عند الشاب والشابات في فريق جمعية أخلاقنا لتعزيز القيم كان هذا الهاجس يخارج أنفسهم ويدور في أفلاك عقولهم هذا الهاجس كان عبارة عن كيف نعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا وفي نفوس المجتمع ككل فكان ولابد أن يكون هذا الهم دافع إلى أن ينشئوا مشروع مبتكر مشروع جديد مشروع لم يسبق بحسب علمي أن أنشئ مثله لكن قبل ما ينشئون المشروع قالوا يعني لابد أن نحدد ثلاث محددات للمشروع أولا المشروع لابد أن يكون الشريحة اللي بعدها لا أعافيكم المشروع لابد أن يستهدف شريحة كبيرة للحاجة الماسة في المجال وأيضا للحاجة الماسة اللي موجودة مع وجود الأزمة الميزانية لابد أن تكون منخفضة لأنك تستهدف شريحة كبيرة فبطبيعة الحال لابد أنك تخفض التكلفة الفكرة لابد أنها تكون مبتكرة لأن الأزمة لم يسبق أن يمر مثلها على العالم فلابد أن تخرج بفكرة تناسب هذه الأزمة وتناسب أحوال الناس خلال تلك الأزمة فخرج هذا الفريق الرائع من الشاب والشابات بمشروع أصدقاء وصديقات رمضان بشكل مختصر أصدقاء وصديقات رمضان خرج بنتائج عظيمة أحسبوا أنها كانت بمثل الوقود اللي يدفعنا لأجل إنجازات أكبر وأعظم التسجيل في البرنامج خلال الثلاث سنوات من جائحة كورونا إلى السنة الأخيرة كان 2200 مستفيد التفاعل بشكل يومي 1700 مستفيد كإجمالي خلال الثلاث سنوات 52500 مستفيد القيمة التي زرعت خلال الثلاث سنوات 48 قيمة فعلية وحقيقية كذلك باقي النتائج معروضة مثل ما هي فكرة المشروع بشكل مختصر المشروع هو مشروع افتراضي ينطلق من إقبال نفوس الفتيان وفتيات في شهر رمضان المبارك ويهدف إلى أن يعين بعضهم بعضا على الصيام وتلاوة القرآن والمحافظة على الصلاة بطريقة تنافسية تصحب هذه القيم برامج ترفيهية وقيمية تقدم كلها عن بعد بطريقة تفاعلية مستثمرين بذلك التقدم التقني لاستهداف شريحة كبيرة بتكلفة أقل الفئة المستفيدة هي بشكل مباشر البنين والبنات من عمر 9 إلى 12 سنة بشكل غير مباشر أقارب وزملاء المشتركين مدة المشروع طوال شهر رمضان المبارك القيم والمهارات التي استهدفناها خلال هذا المشروع استهدفنا بشكل رئيسي تقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى حب الاقتداء بالرسول حب الرسول عفوا والاقتداء به المحافظة على الصلاة الارتباط بالقرآن وتلاوته كقيم ثانوية بر الوالدين العطاء حسن الخلق المهارات التي عززناها الإلقاء الكتابة التحدث الطهي التصوير أنا عارف أنه الآن المشروع ما اتضح بشكل كبير لكن الآن إن شاء الله بيتضح بشكل أكبر قسمنا المشروع إلى ثلاث مسارات المسار الأول التحديات اليومية المسار الثاني البرامج المنوعة المسار الثالث التحفيز المسار الأول التحديات اليومية ابتداء بداية المشروع نعطي المشترك تصميم يعلق على في غرفته حتى أنه يكون يتفاعل معه بشيء محسوس عبارة عن إنجازه اليومي في الصلاة وفي تلاوية القرآن وفي الصيام يوميا لدى المشترك أربع تحديات التحدي الأول هو عبارة عن هل قمت بصيام هذا اليوم التحدي الثاني هل صليت الصلوات في بداية وقتها ومع الجماعة التحدي الثالث هو كم قرأت من القرآن الكريم التحدي الرابع هو التحدي المتغير وبيجي توضيحه بعد قليل كل تحدي عندما ينجزه الطالب أو الطالبة أو المشتركين يحصلون على جوهرة لكل تحدي البرامج المنوعة والمسار الآخر هو عبارة عن رزنامة من البرامج تقدم خلال هذا الشهر الكريم مختلفة حقيقة فأنت تقدر تتكلم أنه سنقدم من خلال هذه الرزنامة توصيل معاني أسماء الله سبحانه وتعالى بطرق مختلفة وأساليب عديدة مرة عن طريق أنه يخبر زميله في الفصل هذا المعنى فيكون أنت وصلت له هذا المعنى من أسماء الله وأيضا أعطيته قيمة أخرى له قيمة النصيحة للصحبة الصالحة وأيضا أساليب أخرى إلقاء هذه القيمة على أهل في مادة الإفطار أسلوب آخر رسالة واتساب أيضا من البرامج اللي عندنا له مثلا إصال هذه القيمة عن طريق حكاية عن طريق مقطع ثم يعلق على هذا المقطع عن طريق هدية يقدمها لوالديه وهذه الهدية تكون عبارة عن وقف مقدم من الجمعية أخلاقنا لأحد الجمعيات الصديقة يقدمها كهدية لوالديه أيضا البثوث عندنا تقدم فيها دورات تدريبية تكسب مهارات وتكسب أيضا قيمة وتكون مناسبة للفئة المستهدفة المسار الأخير عندنا له المسار التحفيزي كل هذه القيم والمهارات ثقيلة فلابد لها من تحفيز قوي يناسب هذه الفئة فخرجنا أولا بأنه كل تحدي يقدمه المشترك يحصل عليه على جوهرة وحدة مثلا أدى الصلاة اليوم في بداية وقتها ومع الجماعة يحصل على جوهرة صام اليوم يحصل على جوهرة قرأ عدد معين من أوجه القرآن يحصل على جوهرة مثلا تحدي المتغير عندنا أنه يستخرج فائدة من الحكاية اللي طرحت في البث عبر الزوم له جوهرة وهكذا ثم في نهاية الأسبوع في بث نهاية الأسبوع يكون فيه عرض لحصاد هذا الأسبوع كما هو موضح هنا كل اسم ومقابله عدد الجواهر اللي حصل عليها المشترك وتعرض ويقيم أعلى المشتركين جواهر وأيضا زيادة عليها يكون فيه تحفيز معنوي عن طريق المقدمين وفي نهاية البرنامج يحصل المشترك على شهادة إنجاز تثبت أنه خلال هذا الشهر صلى الصلاة على وقتها تثبت أنه خلال هذا الشهر صام كامل الشهر أو صام عدد معين من الأيام تثبت أيضا أنه قرأ عدد من الأوجه وأدى التحديات والمنافسات الحقيقة حنا عندنا في البرنامج يعني كم هائل من المشاركات سوى مقاطع أو صور أو كتابة أو رسائل الحقيقة الوقت ما يسعف أن نعرضها لكن حبينا أنه نعطيكم نبذة عنها كصور ولا فيه مقاطع وفيه مشاركات ترسل لنا يوميا خلال شهر المبارك وأيضا بعدها مقتطفات من التصميم الموجودة عندنا ثم بعدها انطباعات أولياء الأمور والحقيقة هذه الانطباعات هي اللي وأنا أشكر كل ولي أمر يرسل أثر مثل هذه البرامج لفريق العمل لأنه ترى فريق العمل لا يرجو إلا هذا الأثر فأنا أقرأ معكم رسالة وحدة الرسالة الأخيرة إلى المشرفين على مبادر رمضاني المتميزة الحمد لله الذي سخر لنا إعلانك مبارك ويسر لنا لابننا الالتحاق معكم مبادرة أصدقاء وصديقات رمضان رائعة في فكرتها متينة محتواها متنوعة في أساليبها متدرجة مع الطفل رسائلها وتشجيعها المستمر متناسب مع الفئة العمرية مبدعة في لقاءاتها إلى غير ذلك من الجواب المتميزة الحقيقة لمسنا أثر مبادرة على ابننا وترقبه للرسائل للرسائل والتحدي اليومي والأثر قد لا يمكن التعبير عنه لكن يكفي من أثر مبادرة بذرة الخير وحبه في القلوب والتنافس في الخيرات بارك الله لكم الحقيقة هذه الرسائل تثبت تماما وتثبت جدا شكرا عافية السلام شارك لا سيستفقى للجانب شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة